السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم في حلقة جديدة محلقة هماتوتيوب واستكمالة الموضوع الاتوميتسي الكاونتر هنتكلم نهاردة على الماكروسيتوزي وسايتوبينيا. المرة الفاتت شفنا اللي هو هيبوكروميك ماكروستيتيك أنيميا وكان الكيرفات كلها شفتت توزي آآ ليفت. المرة دي النقيد وتعرف الحاجة بنقيدها يعني تتضح يعني. فاحنا مثلا دلاتي يعني نشوفهم اللي هو الكيرف دهوت. هنا في السلايز دهات اللي احنا شايفينا شايفين ايه؟ شايفين اربسيز. انا بنكلم بردك عن اربسيز. شايفين هنا الكيرف موجود ايه؟ سكويد توزي رايت مش توزي ليفت زي التامين. شايفين هنا الامي سي في بتاعته كام؟ مية وخمساشر. اللي كنا زمان كنا بنشوفها ايه في اللي فاتهم؟ تلاتة واربعين وخمسة واربعين وخمسين. ده اللي هو ماكروستيك. خلاص؟ وبعدين تلاقي الامي سي اتش هنا كام؟ تسعة وتلاتين. هايبر كروميك. يبقى دي عبارة عن طيب شايفين هنا الامي سي اللي هو اردي دابلو كام؟ خمسة وعشرين بوينت ناين. فيري هاي. وصل من هنا لهنا. ده اللي هو في حالات اللي هو ميجالو بلاستيك انيميا او ماكرو سايتوزيز. فبتبقى دي كبيرة. ده. طب هنا الاربسيز كام؟ اربعة وستة من عشرة. قد ايه موجودة من هنا. وبعدين البليتلت هنا كانت مية تلاتة وخمسين. ده كان واحد بياخد كان كيموسيرابي. ليه بقى؟ لان هو كان لانا كنا فيه في الحالة دي واحنا بنشوف الديفرينشل كان فيه عنده ايه اه 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 شوق ابسلوت اندريلتل بيزوفيلي كان حوالي اه اربعة في المية. بس احنا كده انون كيس اوف سي ام ايل اندر سيرابي. فببقى ياخد كان بياخد كيموسيرابي. وهو دي اللي عامله اللي هو الماكرو سايتوزيز. انا زر كادف بردك. حالة تانية. شايفين بردك الديل ام سي بي. لدرجة ان هو الارضي دابله هنا ايه؟ بلصات. شوف وصلة من هنا لغاية هنا. مختلف تماما عن مجموعة الاولانية بتاعة المايكرو سايتك هايبوكرو روميك اناميا. دي عبارة عن ايه؟ ادي ايه؟ شايفينة؟ دي كل دي الكيرف بتاع مين؟ بتاع اللي هو الاحمر. الام سي بي مية وستاشر. وبردك تلاتة وتلاتين الام سي. اه اتش. ماشي؟ هنا ال الواي بلاد سيلز. تلاتة وتمانين عشرة. وهنا الصفايح كان. تمانية وخمسين. يبقى دي حالة عبارة عن ايه؟ ماكرو سيتيك اناميا. والليكوبينيا. وسرومبوسيتوبينيا. ولو قدتم شوفتم ما فيش اي انترفيرنس ما بين ايه؟ ما بين اللي هو الاربيسيز والصفايح. بعكس ما كانت حالات الهايبوكرو ميكرو سيتيك اناميا كان فيه كلهم في انترفيرنس. اما هنا فرق بين السماء والارض. دول اكبار قوي. وهنا دول صغيرين. يبقى دي هنا. دي حالة اكس اف ايه؟ بان سيتوبينيا. من داتري ايه؟ ايه لازم في كومنتة فور بون مارو. انازر كيرف. يبقى شوفتم الكيرفات دي؟ كل دي عايزكم ان كانتم يعني تحققهم فيها. شوفوهم قد ايه بردك؟ هتلاقي الارضي دبلو بقت ايه؟ خلاص. اي 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 تطلع ستارز. يبقى دي هنا كده؟ كم مية وسبعة. ادي هي موجودة. ودي الكيرف بتاع الشكل من هنا. طب تعالوا نشوفهم هنا. هي مجلوبينه كم؟ هي مجلوبين السبعة واتنين من عشر. تلاتة واربعة تلاتة وخمسين. ي يبقى دي عبارة عن ايه؟ اكيس اوه بان سيتوبينيا. طبع لما انا ما كتبتش فيها لكمنتة فور بون مارو. هي كانت متشخصة. يبقى دي. دي حالة ممكن تطلع اي حاجة مجلوب بلاستيكانيميا كمصير باي حاجة اخرى. هنا بردك حالة زي دي. دي كانت حالة سيفير بان سيتوبينيا جامدة اوي. كانت هيموجودين التمانية جرام. هو كانت زرع نخيع. وكان الابيض بتاعها بوينت وان. يعني جايب مية بس. وكانت الصفاح واحد وعشرين. فكان دي معروف ان كان زرع نخيع. وشايفين هنا الكيرف بتاع اللي هو اللابيض يكاد يكون ايه؟ مفيش اي حاجة. ولكن هنا بردك تمانية وتسعين. اللي هو دي عبارة عن ايه? اللي هو ماكروسيتيك. ولكن ايه? اه بان سيتوبينيا. انا ازر الكيرف بردك. بنشوفه بردك كنا موجود كده. يبقى دي بردك كان مية وخمسة. وهنا سبعة وتسعة. اللي مجلوبين بتاعه. وهنا اللابيض خمسة وخمسة. والصفاحة بتاعتنا تسعة واربين. لاحظتم ايه؟ مفيش هتلاقي. مفيش اي انترفيرنس ما بين الاحمر وما بين الابيض. هنا في الحلقة اللي ازايدو الكيرف اللي هو انت مصيد لدينا معظمه كان لينفوسايتس. كان هنا لما جينا عددنا الديفرنش اللي انها الديفرنش بتاعك كان عبارة عن معظمه لينفوسايتس خمسة وسبعين في المية وهو كان ادلت. اوكي? وكان فيه مكروسيتيك انيمي. اه هنا بردك اناظر الكيرف بردك بنشوفه احنا اللي هو الدياتا بتاعتنا. عندنا الامي سي في بردك اه كبيرة. اه اه مية. ماشي. وبعدين هنا يعني بس هنا الارض يعني عادي. عادية سنة صغيرة. الطبقة غاية اربعة اتاشر ونص. هنا اه من اتناشر اربعة اتاشر ونص. هنا طلع تمنتاشر. هنا الابيض طلع كام? وان بوينت ايت. وهنا اربعة واربعين. فبالتالي يبقى ده بان سيتوبينيا ومعانا ايه? ماكروسيتوزيس. وتستطيع الاول عن قولم انيميا. الليكوبينيا ماركد الليكوبينيا. وبعدين وي ماركد سروموسيتوبينيا. بردك فيلم تاني شايفينا كده. اه ادي بردك هنا مية وستة هيموجلوبين وخمسة وتلاتة. مية وستة الامي سي في. خلاص. وامي سي اتش اه كانت كام سبعة وتلاتين. وبعدين هنا وان بوينت فايف. وهنا البليت اللي بتاعته كام ستة اشر. يبقى ده بردك بان سيتوبينيا ومكروسيتك انيميا. اه اه شفنا هنا بردك عامل بردك كبير. الامي سي في بتاعته التسعيين. ولكن هنا ايه باي اه اه في هنا هنا ده لانه ناقل دم. يبقى ده ناقل دم. اول لما نشوف المنزر ده هوت كده يبقى ده ناقل دم. يبقى ده كان بردك هنا كان هيموجلوبينه بالرغم من ناقل دم خمسة جرام. وبعدين كان تسعة تاشر البليتل بتاعته. وكان خمسة اه وستة. والارضي الدبلو بتاعته تسعة وعشرين. شايفينا بردك الارضي دبلو اديه عالية اوي كبيرة اوي. ماشي? يبقى ده بردك ايه نتكلم عليك كل دولا ماكروسيتك انيميا. اه اه بعد ما شوفنا اه الافلام الماكروسيتك وانقرنها بالافلام اللي قابلية او سوء اللي هو الهيستجرامية بتاعت المايكروسيتك هايبو كروميك مع البليتلت. ايتضح طبعا الفرق الشاسع ما بينهم. ويبقى احنا مهتمين بالكيرفات ده ايه اتنافرق ما بينهم. خلصنا احنا كده اللي هو الريب بلوت سيل هيستجرام مع البليتلت. هننيجي على موضوع برضك مهم اوي دلاتي اللي هو وايد بلوت سيل ابنورماليتيس. طيب الوايد بلوت سيل ابنورماليتيس. طيب بلوت سيل ابنورماليتيس دهيت لما نيجي احنا نشوف الكيرفات بتاعتها. هنيجي نتشوفهم هنا مسلا اهي. اول حاجة هنا خلاص ده اهي ومسلا مجلبينه كان عنده تمانية ماشي اوكي. ولكن الكيرف بتاعه واحد وتمانين يعني نورمو كوميك نورموسيتك انيميا. ولكن والصفايح واطية شوية واحد وتمانين. ولكن هنا احنا شايفين هنا ايه? عند الابيض كيرفات الابيض دي اللي هي بتاع الوايت. ماشي? علاهم هنا حاجتين كده. وانا بلاقي ايه وان انا بنشوفه طبعا في في الشيت اللي هو جاي مع الجهاز ان ايه وان دي معناها او لما تلاقي كده يبقى دي اسمه ولقسري معناها ان دي بتبقى مع الفيلم بنلاقوها ازينو في ده. اوكي? بس احنا بنتأكد عليها بايه? بايه اللي هو نسبخ فيلم ونشوفه. يبقى دي اول ايه? اول حاجة بنشوف. هنا شايفين بقى فيلم تاني. هيستو جرام تاني. الهيستو جرام دي اللي احنا لاحظينها ايه? هنا بردك ما فيش اي قلرم خالص. هو عنده بس انيميا يعني نور موكروميك نور موسيتك انيميا. بس ماركت انيميا. وبعدين هنا الصفايا عندنا هنا كام? مية. يبقى دي اسمه بسيتو بنية. تعالي بقى نبصوا بالكرف بتاع ايه? اللي هو اللي في النص ده. بيبين لي ايه? دي الكرف الزغاية دي كان بتاع دين فوسايت. وكان مفروض ينزل هنا وبعدين يجي هنا ويطلع عند بتاع اللي هو النيوتروفين. لا دي منطقة الميت ده هي عالية قوي. الميت دي اللي كانت زياته واحد يقولك مونو سايت. ومعظم الاجهزة يطلعها لي مونو. هزا الفيل لما جلنا سبغناه لقى انها كان بلاست سيل دي عشرين اه سبعين في المية. يبقى ديها هنا عده تلاتين الف وتسعمية. ماشي. وشايفين الكرف في منطقة الميت. الميت دي زي ما احنا قلنا. تشمل ايه? المونو سايت. والإزينوفيل والبيزوفيل والابنورمال مونيوكلر والبروميلوسايت والميتاميلوسايت والهيريسيل برولينفوسايت والليمفومة. كل خلاق دي موجودة فين? موجودة في المنطقة دي. يبقى اللي عبين هلل هو مين? لازم بنعمل بلاد فيل. فيبقى في الحالة دي حالة كانت اكيوت كانت اه لوكيميا اكيوت ميلود لوكيميا ودي الكيرف بتاعها وعشان كده ممكن ساعتهم ولسه بقلع الصورة بتاعتها وانا ببص عليها كده اقول اه ان الفيلم ده غالبا عايزت لع لوكيميا بالكيرف بتاعه طيب هنا الفيلم ده برضك هنا عندنا اناميا اربعة واربعة من عشر جرام يعني ماركت اناميا وقعدوا تسعة واربعين الف ومية والصفايح ماركت سوم سيتومينيا ماشي النورمو بلاس كان فيها خمسة واربعين وارتيكولوسايت كانت تعالية شوية كوريكت واربلاس بقى تلاتة وتلاتين هنا لما جينا سبغنا لقينا فينا ايه فيه شوية منطقة فيها بلسات فنقوله ان دي فيها ايه دي حالة اكيت لكيميا لان احنا شايفين ان فيها البلسات كام سبعين في المية مودرة تليكو سيتوزوس وز ماركت شافتو زي ليفت اب تو بلس يبقى لما انا بلاقي زي صورة زي دي ما تسابش ما تسابهاش لازم ان انا ناسبغها علشان نشوف المنطقة اللي هي دي اللي عملها كده بقت هي دي اللي فيها ايه بلسات هنا برده كان فيه شيء برده كان اناميا تمانية ونص اوكي ولكن لو احنا لاحزنا ان الليمفوسايت زغيرة هنا والمنطقة الوسط اه عادية وبعدين منطقة كبيرة هي دي دي انا اقول لما اشوفها على طول كده اقول دي ايه نيوتروفيليا عايزين نفرق ما بنا ادهو مش هيا دي كده شوف نرجع للي قابليها بص دي دي جاية في منطقة الوسط دي بتاعة البلسات الاكيت لوكيميا شو بقى نيوتروفيليا هتبقى موجودة هنا يبقى ايه قارننا ما بينهم هما الاتنين دي كانت عبارة عن ايه العد اللي ابيض كان تسعة وعشرين يعني اقول تلاتين الف وكان تمانية في المية منهم نيوتروفيليا فيبقى دي هنا ايه عبارة عن ايه 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 ابسوليوك اندريلاتيف نيوتروفيليا وهنا بردك زي ما نشوفون ايه البلت اللي كانت عندها عالية تسعمية اتنين وستين لكن ما فيش فيها انترفيرنس مع الاربسيز هنا بصنا لحالة جيالنا هنا بردك انامية ستة وستة ولكن اللابية بتاعها كان خمسين الف ستمية عشان كده قلتلكم لما تلاقي الكرف بتاع لينفوسيت مفتوح نعرف ايه يقام ما يكون ابسوليوت اندريلاتيف لينفوسيتوسيس او سي ال ال او ايه تاني او آآ كنترول بلاد لين كنترول بلاد بيبقى كل عبارة عن لينفوسيت او حاجة اخرى اللي هو ايه لما يكون في عندنا داخل معاه يبقى النور مبلاس يدخل يفتح لي الكرف ده اوات هنا في الحالة اللي زي دولة عارفين ال ايه وعارفين كزا وكله فاحنا لقينا في ايه فيها سمارجل سيلز وكله فانه قلنا دي ماركت لينفوسيتوسيس افسوليوت اندريل اا لينفوسيتوسيس اند نيتروبينيا خلاص انكريز سمارجل سيلز فدي طبعا اي الحالة دي كانت معروفة ان هي cll بس اقريرلكم ان ازاي تبقى ايه ممكن الكرف ده يبقى اربع حاجات يبقى c او نورموبلاسيميا او cll هنا بقى بسيطهم البتاع ده مية واتنين ده عبر عن ايه لان هو بردك سبعة واربعة وبردين شايفينك بردك هنا الارض ده بلو قدية كبير قوي وبعدين شوفنا هنا بردك ادي فيه كرف من هنا وهنا طالع له في النص حتة مش عند النيوتروفيلية فده هنقولهم ايه بقى ده بيقولك هنا وصفائع 157 هنا 6 و 6 هنا مركض نورموكرومك آآ مكروسيتك أنيميا والأبيض شو أبسليوت اندريلتف بيزوفيليا اند مونوسيتوزيس وشافتو زالفت يبقى كل دولة الخلايا دولة عبارة عن ايه البروميلو بروميلوصايت وميلوصايت والميتاميلوصايت والليستف كل دولة موجودين فين مش هنا موجودين هنا فهو ده اللي مكتل نهالي ومعاهم البيزوفيل والمونوسايت دي بيقول ايه لان ده كان حالة بتتابع ودي مهم اول اما يبقى واحد عنده البص هسري بتاع العيان ويبقى مكروسيتك نتيجة بياخد الكيموسيرابي هنا بقى اللا بيت يعني خلاص اللحمة اللحمر والصفايا هنا كويسين صحيح انهم عندهم ممكن انيميا شوية ماشي لكن انا ما بين هنا ويبلاسة ازا هنا فيها كام؟ اربعتاشر وستة بس انا شوف الكيرف هنا ادي واحد كيرف وبانتطلع في النص من هنا خلاص وهنا الدينيوتروفيل طب ايه المنطقة دي؟ ما نقولهم؟ نقولنا فيها العشر من انوع من الخلايا دي لما فردنا الفيلم وسابقناه لقناه ايه؟ انفيكشوس مونيوكلوزيس وكانوا مكون لدول عبارة عن ايه؟ الابنورمال مونونيوكلر سيلز يبقى دي خلايا بتاعت يبقى شفتم من المنطقة دي؟ مرة جبناها لوكيميا ومرة اكيت لوكيميا ومرة كرونيك ميلود لوكيميا ومرة جبناها انفيكشوس مونو نيوكليوزيس بعد ما شفنا اللي هي بتاعت اتمنى ان تكونهم يعني ايه؟ يعني يعني شفنا الهيستوكريمية بتاعت الاحمر سواء كانت مايكرو او الماكرو وبعد ما شفنا وشفنا كمان اللي هو يعني حاجات متنوعة من الوايب بلا سيلز اتمنى تكونوا ما استفدتم ومنتظر اي تسائلات او استفسارات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته